سلامة الغذاء والصحة الجسدية ركيزتان أساسيتان لتحقيق التوازن الغذائي والصحي للطلاب والطالبات إذ عززت وزارة التعليم بتعاون عدة جهات منها وزارة الصحة استراتيجيات تصب في مصلحة صحة الطلبة والسلوكياتهم الغذائية المقاصف المدرسية ذلك الجناح الغذائي المتوافر في كل مدرسة وهو المكان دول أولوية الهامة من أولويات العمل في الصحة المدرسية إذ تسهم الأغذية المتوازنة في المقاصف في تعديل النمط الغذائي للطالب وتحسين سلوكياته وعداته الغذائية مما ستحافظ على رفع مستوى تحصيله الدراسي والعلمي توفير أغذية صحية متوازنة وبتكلفة تناسب الطالب في المقاصف من الجوانب الإيجابية لتوفير بيئة مثالية وصحية في المدارس كما سترسخ لدى الطالب العادات السليمة وتغير لديه مفاهيم عدة حول الأغذية غير الصحية ترجمة نانسي قنقر